مغربا لاحظكم شكرا وديما المغرب ديما المغرب الله الوطن الملك سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأوفية كما وعدتكم إن شاء الله في هذا المقطع سنشاهد جميعا الملخص الكامل لجميع النزالات التي كانت في البطولة الكبرى لمنظمة غلوري للكيك بوكسين في السبت الماضي يعني نزالات جد قوية وكذلك سنشاهدون نزالات المقاتلين المغاربة سنشاهدون نزالات كل من تجانب الزطاطي وكذلك سنشاهدون نزالات طريق أخبابز هنا بالخشاب أكيد أن نزالات نبي الخشاب تكلمنا عليه وحطناه من قبل وسنشاهدون نزالات أخرى فلا تذهبوا بعيدا كنتمنى أنكم يعني ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما كل جديد أتمنى لكم فرجة ممتعة نزال ليفيريختر ضد ريكو فيرهوفن عرف ندية قوية وضربات أقوى من ريكو مع بداية النزال أسقطت ليفيري والكل اعتقد أن هذا النزال سينتهي في الجولة الأولى لكن ومع بداية الجولة الثانية وجه ليفيريختر ضربة دائرية بيده إلى وجه ريكو فيرهوفن أسقطته أرضا وأربكت حسابات ريكو ومدربه داينيس مباشرة بعد الاحتساب انهال ليفيري على مواطنه ريكو بضربات قوية كادت أن تسقطه مرة أخرى وتنهي النزال لكن الغريب في هذا أن ريكو استرجع قواه في وقت قياسي وعاد لينهال على وجه ليفيريختر ويسقطه أرضا مرة أخرى وهذا ما جعل الحكم المغربي يوسف أكنيخ ينهي النزال لصالح ريكو بالضربة القاضية وبهذه الطريقة إذن أنهى ريكو فيرهوفن النزال النهائي ضد مواطنه ليفيريختر وفاز بالجائزة الكبرى لمنظمة غلوري صراحة عودة ريكو في هذا النزال لم تكن طبيعية دائما أقولها وأكررها يعني الوقت عندما يرجع فينكيري كيبيري بعدما يطح بالضربة القاضية وقت قياسي وهذا يعني ماشي طبيعي خصوصا في الهيفي وايت ونحن نعرف الضربات القوية التي تكون في هذا الوزن ولكم التعليم والآن سننذهب للنزال آخر ووزن آخر هنا سنرى النزال التجاني بزطاطي ضد الخصم الألماني التجاني بزطاطي هو صاحب القفازات البيضاء والذي حافظ على لقبه للمرة السادسة فلنشاهد ماذا وقع في هذا النزال مع بداية هذا النزال انهال التجاني على خصمه كيبيري بضربات قوية خصوصا الضربات التي كانت بالميل وكذلك بالهايكيك يعني ضربات بالرجل قوية جدا أثرت على كيبيري ولنشاهد هذه اللقطة الرائعة هنا المقاتل الألماني يطلب من الحكم الإيقاف ليبدأ هذا الأخير بالاحتساب بعد ذلك انطلق التجاني كالسهم ليبدأ بالضربات القوية المتنوعة في وجه المقاتل الألماني الذي فقد البوصلة مع هذا الأسد المغربي الشريس دعونا نشاهد هذا الإقلاع الذي يبدو من مسافة بعيدة نسبيا فلندقيق ولنشاهد هذا الإقلاع بالعرض البطيء هذه اللقطة تدرس يعني لقد رأينا المسافة بينه وبين الخصمه كانت مسافة بعيدة شوية يعني دائما هو في هذا النزل اعتمد على الريتش فدر تموه يعني وتصدله وكيك وتطلع بالإقلاع يعني هذا اللقطة إلا ما كنتش بروفيسيونيل فغضي تصيد فيها وغضي تطيح بالضربة القاضية هكذا إذن استطاع التجاني بستطيع أن يحافظ على حزامه للمرة السادسة في منظمة غلوري للكيك بوكسين أما بالنسبة للنزال المثير للجدل الذي جمع بين المقاتل الأزربي تجاني رجب ضد خصمه ليفيريختر فالغلبة عادت للمقاتل الهولندي ليفيريختر عن جدارة واستحقاق وهذا ما تطرقت إليه مباشرة بعد نهاية هذا الحدث في البت المباشر أما الآن فقبل ما نشوف النزال ديال طارق بابز ضد خصمه القوي السورينامي أبينا والذي يتدرب بقيادة سعيد البدوي فالنزال يعني ديال ريكو فيرهوفن ونبي الخشاب فغضي تلقاوها إن شاء الله في صندوق الوصف لأنني أسبق لي وتكلمت عليه فبلا ما نطول عليكم عن هذا الفيديو هذا كشي علاش خليت لكم في صندوق الوصف بعد ما تسلوا هذا الفيديو يمكنكم إن شاء الله ترجعوا وتفرجوا في كل أريحية إن شاء الله دخل أبينا واثق الخطى ولم يكن يعلم أن طارق أخبابز ابن القرية السلوية أسدا من أسود الأطلس الشامخ إليكم أهم ما جاء في هذا النزال بدأ أبينا بأسلوبه المعتاد مبكرا الضربات القوية ومحاولة إرباك الخصم طارق خبابز اعتمد على الهجمات المرتدة قرار الحكام الخمس كان لصالح أبينا في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية وجه أبينا ضربة غير قانونية لطارق أخبابز الذي تحول إلى خلاط كهربائي فجأة أبينا ومن معه هنا الاحتساب وهذه هي نقطة التحول بعد التعادل في الأربع الجولات الأولى الخامسة كانت هي الحاسمة طارق أخبابز أعطى كل ما لديه في هذه الجولة وفاجأ الجميع بما فيهم سعيد البدوي الذي عدى العدى من أجل الاحتفاظ بهذا الحزام لأبينا لكن طارق كان له رأيا آخرا أتمنى أن أعجبكم هذا المقطع هذا الملخص الكامل لأهم النزالات التي جاءت في هذه البطولة الكبرى لمنظمة للكيك بوكسين والتي عرفت فوز المقاتلين المغربيين طارق وكذلك يحاول أن يحافظ على الحزام وتمكن من ذلك وطارق أخبابز فاز بالحزام صراحة اللي كان حلم بالنسبة له فالحلم اليوم تحقق فطارق خبابز يزيد يشتهد باش يزيد يعني يحافظ على هذا الحزام الغالي فأكيد أن منظمة للكيك بوكسين سيتصدر عقوبات يعني على ذلك الأحداث اللي وقعت خصوصا ما بين جمل بن صديق وكذلك داينيس وريكو فيرهوفن وأكيد أن جمل صراحة غلط لأنه أعطل هذه المنظمة فرصة لكي توقفه خصوصا أنها كانت دائما كتحاول باش تباعد يعني ريكو فيرهوفن على جمل بن صديق فأنا سنرى القرار النهائي يعفون كيفاش يكون أكيد أن جمل بن صديق أغلط يعني ما كانش عليه يدخل صراحة للرينج هو عارف أن هذه المنظمة كي يقلبوا له كما قلت دائما نغير للسبة باش مواجهش ريكو فيرهوفن الفتاة المدلل فكنتمنى تخلونا الأراء ديالكم حول هذه النزالة جميعا وتخلونا كذلك الأراء ديالكم ودائما أحسن تعليق على تنخليه يعني متبت على صندوق التعاليق إلى هنا كنوصلوا للنهاية ديال هذا الفيديو وكنتمنى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد أكيد أننا جايين إن شاء الله بزادي النزالات اللي غد يلعبوا فيهم مقاتلين مغاربة إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته